الدولة المصرية قطعت شط كبير في أنها تطور الموانئ البحرية بشكل كامل بهدف أنها تحول مصر لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات وكمان الافتتاحات والتطوير للموانئ بيصب أكيد في رؤية مصر عشرين ثلاثين صحيح يعني لما نشوف أن الدولة المصرية بتعمل تطويرات في ميناء السخنة وفي قناة السويس ودلوقتي بنتكلم في ميناء اسكندرية فنعرف أن الدولة مهتمة جدا 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 باستقبال كل الحركة البحرية الوافدة إلى مصر وجعل مصر ميناء مهم جدا ومحوري ما بين قرات العالم الثلاث النهاردة عندنا شركات مصرية بتستطيع بناء أرصفة وبتتلقى تليفونات من موانئ في الخارج للسؤال عن الشركات اللي نفذت المشاريع دي النهاردة عندنا ميناء مهم جدا في اسكندرية إدر أو يقدر أنه يستقبل عدد كبير من البضائع والحوايات اللي ما كانش بيستقبلها قبل كده خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن الحصاد هذا الأمر من خلال تسع سنين من دولة 30 يونيو في الإنجازات في الخاصة بالموانئ خلينا نرحب أيضا بالدكتور محمد الصادق عوف واستاذ النقل والطرق ومدير مركز للسؤالات الهندسية بهندسة المطرية جماعة حلوان صباح الخير دكتور وأهلا بحضرتك فقط صباح الخير وأهلا بحضرتك وكل السادة مشاهدين منورنا دكتور أهلا وسهلا بحضرتك بداية لما نتكلم عن أهمية تطوير الموانئ في مصر الاستفادة الإيجابية اللي ممكن تعود على الدولة من الفلوس الكتير قوي اللي اتصرفت فيه الموانئ في مصر والاستمرار في الموضوع يعني مش طوارت وقفنا لأ مستمرين في التطوير دائما بداية منذ تولي سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي مسؤولية الدولة من 9 سنوات وهو أعطى قطاع النقل أهمية كبيرة جدا باعتباره قطاع يستطيع قيادة الاقتصاد المصري ودفعه إلى الأمام ولما بتكلم عن قطاع النقل قطاع النقل يشمل حاجات متعددة منها النقل البري بالطرق أو بالساكل الحديدية والنقل الجوي وأيضا النقل البحري النهاردة لو ركزنا على قطاع النقل البحري أو تطوير الموانئ البحرية خدنا الأول نعرف أستاذ المشاهدين أن أكتر من 90% من حجم البضائع المنقولة في العالم بالكامل يزيد عن 90% من خلال النقل البحري إذن قطاع النقل البحري له أهمية قصوى يمكن أكتر كتير جدا من النقل البري أيضا تطور صناعة السفن وصناعات النقل البحري على مستوى العالم شهد في السنوات السابقة تطور غير مسبوق من أحجام السفن والغاطس بتاع السفن وأطوال السفن وأيضا الحمولة القصوى لهذه السفن بداية بعد هذا التطور أصبح من الضروري تطوير الموانئ المصرية حتى يكون لها نصيب كبير من حجم هذه التجارة الكبيرة خصوصا لموقع مصر الجغرافي الفريد اللي مش موجود في أي مكان في العالم متوسطة بين قارات أفريقيا وأوروبا وأسيا وتقع على طريق التجارة الأساسي من أسيا إلى أوروبا إذن موقع مصر الفريد يتطلب تطوير شديد جدا في الموانئ المصرية حتى تستطيع المشاركة في حركة التجارة الدولية البحرية خلينا لو خدنا زاوية عامة أو بلغة تلفزيون بدون لونج شوت يعني مصر بتعمل إيه عالميا علشان تستفيد من ده بنعمل شغل في ميناء السفن عملنا شغل في قناة السويس بنطور أسكندرية بنطور العالمين أيضا في نفس الصناعة وخصوصا في استقبال الإخوت يعني مش دي صلة بالتجارة العالمية ولكن لها صلة بالبحر نبدأ بميناء الأسكندرية هذا صفته أخدم وأهم الموانئ المصرية وأهم الموانئ في أفريقيا وواحد من أهم الموانئ في البحر الأبيض المتوسط طبعا هذا الميناء ما حصلش فيه تطوير من 25 سنة بشكل أساس يعني التلف في تسعينات مصر يعني وحصل فيه طبعا مشروعات متعددة في السنوات الماضية ولكن ليست على هذا المستوى لكن ما تم إنجازه في الفترة اللي فاتت من محطات زي محطة تحيا مصر المحطة والأرصفة الجديدة التي تستطيع استقبال أكبر السفن العملاقة خلانا نقول لرصيف الميناء النهاردة أصبح يستطيع استقبال أربع سفن كبيرة بطول 240 متر لكل سفينة وأيضا تطلب كنا كام لا قبل كده الرصيف الميناء كان بيستوعب برضو أحجام كبيرة لكن كانت لا تتناسب مع حجم التجارة الدولية الامتداد أو التوسعات اللي حصلت في هذا الميناء تطلبت أيضا زيادة وتحسين وتطوير حاجز الأمواج حاجز الأمواج برضو ببساطة لإستاذ المشاهدين الموقع الميناء الجغرافي المهندس المتخصص بيختار الموقع ده بحيث يكون له حماية من الأمواج طبيعية جزئية يعني على الأقل الجوانب بتاعة الميناء بتكون محمية من الأمواج بشكل طبيعي من كغرافية المكان أما الجزء المواجه للبحر ده بيحتاج حماية بحاجز أمواج صناعي علشان يحمي الصفن الترسي جوه الميناء أثناء تنزيل البضائع وشحن البضائع الجديدة عشان يحميها من الأمواج وده عبارة عن حاجز أو رصيف بيتعامل من الخرصانة أو من بلوكات الحجر علشان يحمي هذه الأمواج يحمي السفن من الأمواج طبعا هذا الحاجز مع تطور الميناء وامتدادها تطلب أن يتم تطوير الحاجز يصل طوله إلى 7.2 كيلو وده طبعا يعتبر حاجز عملاق بالنسبة للمواني المماثلة قد نقول أيضا أن الميناء الأسكندرية تم إنشاء منطقة لوجستية في الظهير الخلفي لهذه الميناء في هذه المنطقة اللوجستية التي تعتبر امتداد للميناء يمكن أن يتم فيها صناعات متعددة لوجستية بتعتمد على النقل البحري زي صناعات زي التخزين وزي التعبئة وزي التغليف وزي قد يكون صناعة الحويات نفسها صناعة الأغلفة والكراتين وهكذا يعني فيه صناعات كثيرة تكملية وتحولية ممكن إقامتها على النقل البحري في هذه المنطقة اللوجستية خلينا أقول السيادتك كمان أن الدولة بتتوجه إلى إنشاء ما يسمى المواني الجفة المواني الجفة الخطة الموجودة دلوقتي لإنشاء 17 مينة جاف في جميع أنحاء الدولة المصرية بدأناها بأول مينة جاف في 6 أكتوبر اللي تم افتتاحه أول مبارح هذا المينة الجاف أو فكرة المينة الجاف بشكل عام هي امتداد للمواني البحرية هو مينة ولكن بدون مية يابس طبعا إيه فكرة المينة الجاف؟ الفكرة دي طبعا أن البضائع مجرد وصولها إلى المينة البحري بتنقل مباشرة بعد إجراءات الأمن الأول إلى المينة الجاف لاستكمال إجراءات إفراج جمهوركي مثلا الحجر الصحي مثلا الفحص بأي شكل من الأشكال الرقابة الصناعية أو الزراعية أو أي نوع من أنواع الفحص اللي بيتم داخل المينة البحري أصبح موجود في المينة الجاف الهدف طبعا أن أنا أخفف العب على المينة البحري وفضيه بشكل أول بأول فبالتالي بيكون قادر على استيعاب المزيد من البضائع فبضاعف كده إيه الحجم التداول وحجم البضائع اللي بيتم تداولها من خلال هذا المينة دي مرحلة الاستراض في مرحلة التصدير ممكن يتم نفس الشيء يعني المصدر بيودي البضائع بتاعته إلى المينة الجاف بيتم الإجراءات كلها في المينة الجاف وتنقل إلى المينة البحري مباشرة للتصدير ده اختمهيدا لخطوة يعني ممكن يروح القاهرة هنا ويروح يسكندري ممكن ده لخطوة الجاية خطوات بقى اللي بيتم دلوقتي في الدول العالم أن التصدير والاستراض ده بيتم من الباب للباب يعني المصدر أو المستورد البضائع في المكان بتاعه بتتنقل للمينة الجاف وتتم إجراءات الفحص وتم إجراءات الجمهوركية وكل شيء ثم تتنقل للمينة البحري منها للتصدير والعكس البضائع بتجيله لغاية المكان بتاعه ده الهدف القادم إن شاء الله اللي هيكون موجود في مصر المواني الجافة المينة إن شاء الله القادم هيكون في مدينة العاشر من رمضان وأيضا مخطط لإنشاء ميناء في مدينة دميات الجديدة مدينة السادات باني سوف سوهاج الجديدة السلوم ميناء يعني بنتكلم في 17 ميناء بتشمل جميع أنحاء الجمهورية طيب احنا شفنا إن في ميناء السخنة اتعامل بشكل مختلف 18 كيلومتر ده مساحة رهيبة جدا تمام إنها تكون الهدف بقى من فكرة ربط ميناء السخنة بإنشاء خط القطار أو خط السكك الحديد وربطهم لاتنين مع بعض ده حاجة يعني أعتقد إن ده يمكن لأول مرة حتبقى موجودة عندنا هو البداية لازم أوضح برضه إن المحاور الطرق اللي تم إنشاءها في السنوات الماضية كان من ضمن أهدافها ربط المواني وربط مناطق الإنتاج بالمواني اللي بتصدر أو اللي بتستورد وأيضا خطوط السكك الحديدية النهاردة إحنا عندنا شبكة كطار كهرباء سريع جار تنفيذه هتربط إن شاء الله ميناء السخنة مع مدينة العالمين الجديدة ومنها إلى مرسى مطروح هذا الخط يعتبر خلال نقول قناة سويس تانية لأنه بينقل البضائع من أقصى الشرق من ميناء السخنة إلى شمال الغرب إلى مرسى مطروح والعالمين والمواني بتاعة البحر المتوسط أيضا عندنا أكتر من خط من خطوط الكطار الكهرباء السريع كلها مرتبطة بالمواني خلينا أوضح بقى لحرارتك إن في شبكات ساك حديدية أيضا داخل المواني داخل ميناء اسكندريا على سبيل المثال تم تطوير شبكة ساك حديدية داخل الميناء بطول حوالي 3.5 كيلو طبعا السكة الحديدية بتستخدم أيضا في نقل البضائع داخل الميناء وأيضا من أماكن الإنتاج إلى المواني ليه بنتستخدم السكة الحديدية؟ السكة الحديدية طبعا من وسائل النقل الآمنة السريعة الاقتصادية خصوصا بالنسبة للبضائع يعني الاعتماد على النقل بالسكة الحديدة النهاردة أصبح أيضا توجه بالنسبة للنقل الداخلي لو أنا عاوز أنقل مثلا البضائع بتاعتي داخلي داخل الجمهورية فأنا بستخدم القطر طبعا القطر النهاردة يمكن سر المشاهدين مش ماخدين بالهم أو بيعتبروا إن إن القطر ده بيعمل حوادث أو بيعمل مشاكل لا الحقيقة بين الإحصائيات إن النقل بالسكة الحديدية سواء أفراد أو بضائع هو أكتر أمان هو أقل حوادث بالفعل ووسيلة آمنة سريعة فعالة رخيصة بالنسبة للنقل بسيارات النقل أو الوسائل البرية طب بناها أنا علي إحنا عندنا دلوقتي تطوير لمنظومة كاملة تتعلق بالموانئ البحرية طب نرجع للمناء الأسكندرية وبالتأكيد تطوير اللي حصل ده حيخلي فيه عدد كبير من الوظائف تتاح لعدد كبير من شبابنا في إسكندري نتكلم عن أما دي التخصصات وإزاي ميناء الجاف فتحها دي الوظائف وإزاي يعني ما كانش قادر على استعاب يعني مثل هذا الأمر أبنك كل هذه المشروعات بما فيها تطوير الميناء البحري أو إنشاء الموانئ البرية بتحتاج بالفعل الأيدي عاملة ووظائف من مختلف التخصصات بداية من المتخصص في الصناعات اللوجستية إلى العامل العادي كل هذه العمالة طبعا عمالة مصرية وعددها مش قليل سواء عمالة أو فرص عمل مباشرة أو غير مباشرة قائمة على هذه الصناعات بالفعل تطوير ميناء الأسكندرية تطلب عدد كبير جدا من العمالة تم تدربهم ببرامج تدريبية وبدورات تأهلية لتأهلهم لتولي مسؤولية إدارة هذه الميناء الضخن وبالفعل فريق العامل ده استلم وظيفته وبالفعل هو اللي بيدير الميناء في الوقت الحالي طيح احنا عندنا ميناء جديد في رشيد ميناء صويد مش ميناء من الموانئ تمام فكرة الميناء المتكامل الشكل المختلف اللي يبقى عندنا حاجة بالقدر ده بالمساحة دي 850 متر بالمنظر ده اعتقد انها برضو تفرق دي ده وجود ميناء متكامل في احدى المحافظات بالمنظر ده هو خلينا اقول لحرابيك بالنسبة للصيد خصوصا طبعا الموانئ الصيد لها طبيعة خاصة تختلف عن الموانئة التجارية الموانئة اللي احنا متعودين لعلك اه اللي احنا متكلم فيها بالنسبة للمصر احنا فاشد الحاجة الى هذا النوع من الموانئة مصر تمتلك سواحل اكتر من 1000 كم على البحر المتوسط وزيهم على البحر الاحمر بالاضافة الى نهر النيل والبحيرات يعني عندنا اماكن صيد يعني مميزة مش موجودة برضو في معظم دول العالم والصروة السماكية بتاعتنا الحقيقة لا تتناسب مع حجم هذه السواحل وحجم هذه الشواطئ المصرية فتطوير موانئ الصيد والبداية بميناء رشيد هو ضرورة حتمية لتعظيم الاستفادة من هذه السواحل في تفعيل وتحسين وزيادة انتجية صيد الاسماك لتحقيق الاكتفاة الذاتي بالنسبة للشعب المصري وايضا ان شاء الله في المستقبل يكون في تصدير الاسماك بإذن الله احنا اشتغلنا كده على ثلاث انواع من الموانئ موانئ الصيد الميناء الجاف والميناء الجاف ايضا فيه موانئ برية كمان دي موجودة من زمان وبيتم تطورها الموانئ البرية اللي هي الموانئ الملاصقة للحدود زي الموانئ مثلا من السلوم البري مع الحدود الليبية موانئ ارقين وقسطل مع الجنوب مع السودان وايضا فيه موانئ المعابر بقى رفح والعوجة في الجهة الشرقية هل يقدر ديف ليه موانئ اليخود او سياحة اليخود اللي ربما ايه سياحة اليخود بالفعل موجودة وخصوصا على ساحة للبحر المتواصل في منطقة مارينا ومنطقة العالمين الجديدة هي بالفعل موجودة ونشيطة لكن سياحة اليخود دي سياحة ذات طبيعة خاص هي سياحة في النهاية هي مش نقل بحري هي سياحة مش الهدف منها التجارة يا الهدف منها السياح ايضا بتمثل دخل للدولة المصرية وخلينا اقول لحررتك ان الموانئ بشكل عام تستطيع قيادة الاقتصاد المصر لانها بتحقق عملات اجنبية لو احسن استغلال وادارة هذه الموانئ هتحقق عملات اجنبية يمكن تطلعنا من الازمة الاقتصادية دي وتخلي الاقتصاد بتاعنا حاجة جميلة جدا دكتور احنا عندنا ميناء كبير عند البحر الاحمر فكرة ان احنا نحاول نشتغل على الشكل المختلف اللي احنا بنحاول نعمله احنا عندنا خطة مصر بتتكلم عن ان احنا عايزين نستثمر في المجال البيئة النظيفة وان احنا نستخدم في الهايدروجل الاخضر وكل كلام ده هل ده يقدر يساعدنا وجود الموانئ المختلفة على السواحل المختلفة ان احنا نقدر نجذب استثمارات زيادة في مجال ان احنا نقدر نتعامل مع الهايدروجل الاخضر وكل بقى الحاجات اللي في نفس السياق هو بداية الموانئ على البحر الاحمر منها ميناء العين السخنة مثلا او ميناء السفاجة على سبيل المثال ميناء السفاجة بيتم فيه اعمال تطوير ورصيف جديد بطول 650 متر في الوقت الحالي كل هذه الموانئ وخلينا اذكر كمان ميناء الاسكندرية انه ميناء حيشتغل ان شاء الله بالطاقة النظيفة سيادتك ذكرتي الهايدروجين الاخضر يمكن استخدام مشاهدين بردو لو عايزين يعرف فكرة بسيطة عنه كل بقى التطاقة النظيفة هيدروجين اخضر امونيا خضراء كله يعني بالزبط هو فصل الاكسوجين عن الهايدروجين من الماء باستخدام وسائل وقود اخضر بتؤدي الى تقليل انبعاث سنوكسير الكربون الملوس للبيع طبعا ده سلوب او مصدر محترم واجهة جدا للطاقة النظيفة وجميع المواني ان شاء الله احنا في طريقنا لتعميم استخدام الطاقة النظيفة جريبا زي ما احنا النهاردة في وسائل النقل البري سواء المترو او القطار الخفيف الكهربائي اللي بيخدم العاصمة الادارية او حتى الاوتوبسات اللي موجودة في العاصمة الادارية اللي بتشتغل بالغاز والكهرباء اصبح النهاردة التوجه بشكل عام الى جميع الوسائل جميع الوسائل اللي بتحقق لي ما يسمى الاستدامة او النقل الاخضر فده كمان ان شاء الله حيعمم في المواني المصرية ايه فكرة ايضا ان احنا نقول على المينة ده مينة صديق للبيئة قد ايه اه كونوا مينة اخضر ونقصنا ايه فيه حتى يكون يعني بالكامل صديق للبيئة هو فكرة النقل او مش هنقول المينة بقى هنقول النقل بشكل عام الصديق للبيئة او بنسميه النقل الاخضر او المستدام هي فكرة جديدة والتعبير ده يمكن ما انتشرشي الا يمكن في العشر سنوات الاخيرة مصر كانت من اوائل الدول اللي تبنت هذا المبدأ وتم استضافة مؤتمر كوب 27 السنة اللي فاتت في شرم الشيخ وبنان عليه مدينة شرم الشيخ اتحطت في مكانة عالية جدا على السياحة العالمية واتجاهنا دلوقتي وسال النقل الجماعي الجديدة كلها بتستخدم الطاقة النظيفة المواني ايضا النهاردة استخدامات الطاقة النظيفة يعني فكرة الصولار والبنزين في طريقها الى الانتهاء تماما والاعتماد كله هيكون على الوقود الصديق للبيئة اللي هو بيسبب اقل انبعاثات من الغازات الضرع اللي بتقدي الى اصابة الانسان بالامراض طبعا بسبب التلوث طيب فيه تجارة اسمها تجارة الترانزيت هل بعد لما يحصل التطوير الموجود في ميناء الاسكندرية وفتتاح محط التحية مصر ده ممكن يدخلنا في مجال تجارة الترانزيت هو احنا الموقع بتاع مصر مؤهل لتجارة الترانزيت زي ما ذكرت في البداية انها تعتبر يعني في طريق التجارة العالمية اللي عايز اقوله ان النقل البحري بين 11 مليار طن في السنة وقناة السويس نصبها 12% من حركة النقل البحري في العالم كله تخيلها حضرتك لما يكون لنا في قناة السويس بس 12% من الحجم الضخم ده يبقى احنا لو ما استفدناش من تجارة الترانزيت واي حركة للسفد سواء من الشرق من اسيا متجهة الارضة او العكس لو ما استفدناش من الموقع ده وان احنا نستخدم تجارة الترانزيت واضافة قيمة للبداية المنقولة يبقى احنا ما عملناش حاجة الحقيقة احنا التطوير اللي عملناها والتواصفات اللي عملناها في المواني المفروض انها ان شاء الله بتحقق دخل كبير جدا جدا من التجارة العالمية وخصوصا تجارة الترانزيت يعني للاستفادة من الموقع المتميز الفريد لمصر لابد ان احنا ان شاء الله يكون لنا نصيب من حجم هذه التجارة خصوصا زي ما قلت قناة السويس اللي لها فعلا نصيب كبير من حركة التجارة العالمية في حاجة اسمها الغاطس في السفن العملاقة الغاطس في مصر قد ايه يعني حجم البضاعة اللي ما كناش نقدر نستخدمها والسفن اللي ما كانتش بتجيلنا ودلوقتي نقدر بقلب مفتوح نقول لهم اهلا وسهلا نتفضل ونوركم هوامين الاسكندرية يستطيع استقبال اي سفينة مهما كان الغاطس بتاعها او الحمول اي سفينة دلوقتي تم تصنعها على كوكب الار يستطيع ان شاء الله استقبال اي نوع من وعا السفن اي احجيان كان كانت ساعة تؤديه قبل كده النهاردة عدى 16 ميتة بالغاطس الموجود دلوقتي في السفن اللي ممكن نستقبلها في الحدود دي اللي عايز اقوله ان موضوع الغاطس او الحمولة بتاعت السفن يعني بتتطور باليوم وبالساعة يعني احنا بنتكلم كده ممكن تلاقي حضرتك بكرة نسمع اخبار انه اصبح فيه سفن جديدة حمولتها زادت الى كذا الف طن وعمق الغاطس بتاعها زاد يعني تطور صناعة السفن والنقل سريعة بيه سريعة اكتر مما نتخيل يعني اللي بتقوله النهاردة ممكن بكرة تبصل لايه اتغير اصبح فيه اوب ديت بشكل غريب لان زي ما قلت لسياتك لذلك لازم نعمل ايه تسعين في المية من البضاع بتنقل بالسفن لازم نعمل ايه لازم 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 نطور نفسنا في المواني بشكل ده اللي هقوله يعني المواني دي يعني خلينا نقول دي دوهرة المواني دي دافع كبير جدا جدا لعجلة الاقتصاد التطوير المستمر والدائم احنا مش عايزين نقف عند النقطة دي احنا عايزين نعتبر ما تم في المناء الاسكندرية نعتبره بداية وليس نهاية يعني احنا عايزين من بكرة تاني نفكر ايه مشروعات التطوير اللي تتناسب مع حركة التجارة المستقبلية والتوقعات المستقبلية لأحجام السفن وأحجام الغاطس ونبدأ نستعدي لها من الآن ميناء الاسكندرية فقط ايضا مواني البحر الاحمر احنا عندنا ميناء تم تطويره او القصق في شرم الشيخ عندنا في سفاجة البحري تكلفته كانت يمكن خمسمية وعشرة مليون الرصيف الجديد اللي تم تطويره ففي شغل كتير حاصل في مواني البحر الاحمر هو منها سفاجة مازال محتاج يعني هو منها سفاجة والعين السخنة أهم المواني الموجودة على ساحل البحر الاحمر ما زال ميناء سفاجة محتاج المزيد من التطوير علشان يوصل لمستوى ميناء الاسكندرية ما ننساشي ان ميناء سفاجة ده هو ربط الاساسي معانا بيننا وبين دول الخليج يعني بيننا وبين السعودية وبين دول الخليج ميناء الاساسي بتاعنا هو ميناء سفاجة فميناء سفاجة الحقيقة محتاج المزيد من التطوير هل نقسم نقول ميناء سفاجة هو طريقنا لناحية أسيا كمان؟ أكيد طبعاً أكيد لأن من خلال مضيق باب المندب نستطيع الوصول لكل دول جنوب شر أسيا فميناء سفاجة أعتبر الموقع بتاع المتميز يحتاج للمزيد من التطوير كما حدث في ميناء الإسكندرية صحيح طب ميناء دومياط أيضاً تم تطويره بطاقة دول 3.5 مليون حاوية سنوياً وإن شاء محطة حاويات تحيا مصر واحد ميناء دومياط بجوار ميناء الإسكندرية الهدف من وجوده ويستقبل إيه بخلاف ميناء إسكندرية هو بيستقبل نفس السلع ونفس الحاويات ونفس الغلال ولكن يتميز أن ميناء دومياط وميناء الإسكندرية منهم مسافة ليست بعيدة صحيح فيعتبر ميناء تبادلي يستطيع استقبال نفس البطاعة زي الطيارات كده ما فيه مطار بجوار المطار الطبيعي أن فيه طبعاً أعصد أقول إيه يستطيع استقبال نفس السلع ونفس الغلال ونفس الحاويات ونفس حركة التجارة ولكن هو ما زال طبعاً أقل خلينا نقول الدولة بدأ بميناء الإسكندرية بصفة أنه ده أهم المواني المصرية اللي لازم يكون هو زي ما سمى الفريق كامل الوزير ووزير النقل درة التاج للمواني المصرية طبعاً وإن شاء الله باقي المواني هتكون بنفس المستوى كما نأمل 90% من عركة التجارة العالمية لتنطريق السفن تحسيمه تخير 90% إحنا فين بقى من حجم الضخم ده اللي هو 11 مليار تن ده حاجة ضخمة جداً لو أحسن استغلالها هتخلي الاقتصاد بتاعنا حاجة تانية خالص طيب إحنا عندنا ميناء شرق بورسعيد كمان تم تطويره يمكن نقول أن فيه خمس أرصفة جديدة تم إنشاءها بتكلفة عدد العشر مليار جنيه إنشاء ساحات كمان تخزينية محاولة وجود ربط برضو للسكة الحديد يمكن الأنطارة بورسعيد الميناء فإحنا بنتكلم في إن إحنا عملين نحاول نفتح مخارج مختلفة ومداخل مختلفة للسفن إنها تقدر تبقى دخل لنا ووصل لنا وإن إحنا نبقى مركز مهم للنقل البحري تمام طبعاً مناء شرق بورسعيد هو في منتهى الأهمية إحنا مش عايزين نقول إن مصر فيها مينة واحد مينة الإسكندرية مصر فيها مواني أكتر من عشر مواني كبار مواني رئيسية لسهاتك تفضلت وذكرتيه الخط اللي بين الأنطارة ومورسعيد ده خط السكة الحديد اللي جاري تنفيذه دلوقتي من الأنطارة دي مورسعيد ومنه هيتجه شرق إلى العرش إلى رفح ده خط سكة حديد مخطط إنشاؤه إنه هيخدم بدايته من عند كبرى السكة الحديد اللي عند منطقة الأنطارة اللي بنسميه كبرى الفردان وبعدين هيتجه شمالاً إلى مورسعيد ومنها شرقاً إلى العرش وبير العبد إلى رفح لغاية ما يغطي الحدود الشرقية بالكامل فده خط سكة حديد الحياة مخطط تنفيذه وأيضاً الهدف الأساسي منه هو حركة التجارة بين مصر وبين دول الخليج ودولة الأردن أيضاً للتصليب والاستراد بين الخليج والأردن وبين مصر الخط ده أعلن عنه أعلن عن استكماله وبدأ تنفيذه إن شاء الله يمكن من شهر بس والدولة إن شاء الله هتاخد الخطوات التنفيذية لاستكماله في أقرب وقت وبناء عليه إجمالاً نقدر نقول الدولة المصرية ماشية بخطة حتيثة وقوية في هذا الاتجاه يعني من أجل أن يكون لها منافس كبيرة في كل هو زي ما قلت لسيتك في البداية أن قطاع النقل يستطيع أن يقود التنمية ويستطيع أن يقود الاقتصاد وهذا ما فطنت إليه الدولة المصرية منذ تولي رئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية الدولة وبالفعل قطاع النقل إن شاء الله حيكون على هذا المستوى وحيقود إن شاء الله الاقتصاد وإن شاء الله متفقرين خير وبكرة إن شاء الله سيبقى حسن محتاج تصدير من خلاله أكتر من الاستيراد؟ محتاج إيه؟ تصدير من خلاله أكتر من الاستيراد؟ هو التصدير الحقيقي أكتر من الاستيراد هو ما لهش علاقة بتطوير الموانئ أو قطاع النقل لهو علاقة بتطوير الصناعات مفهوم بشكل كبير تطوير الصناعات هو اللي هيخلان نحقق ونقلل الفجوة بين التصدير والاستيراد وبالتالي من هنا نقدر نحقق العملة الأجنبية اللي إحنا في أشد الحاجة له إحنا بقى بنتكلم في إيه؟ بالناشط بقى المصنعين والقائمين على الصناعة. ايوة. نحن عندنا بني تحتها كويسة. تحسين المنتج. وتورة كويسة. بالضبط يكون تحسين المنتج وتحسين تكلفته وتعديل أسعاره عشان يكون منافس للمنافسين بالنسبة لنا. وأهمهم الصين. بزفر. و لازم يكون منافسين لهم عشان نقدر أن احنا فعلا نقلل الفجوة بين التصدير والاستراد وبالتالي ندخل العملة الأجنبية المطلوبة. بزفر. اختيار المناطق الصناعية قريبة من الموانئ. أو الربط ما بين المناطق الصناعية والموانئ بحيث أن يبقى فيه سهولة شديدة للنقل. ده يقدر نقول عليه عامل زيادة لجذب المستثمر الأجنبي. احنا عايزين المستثمر الأجنبي عمالين نحاول نقوله تعالى بكل طرق. ما نحاول سيادتك هو الهدف ايه؟ هو الهدف ان تحقيق ربط جيد بين المناطق الصناعية والموانئ اللي هو ايه تحقيق ربط جيد بيكون ازاي؟ بيكون اما من خلال خط سكة حديد او من خلال محور من محاور الطرق. احنا بنعمل كده لتقليل زمن الانتقال بين الانتاج والتصدير او الاستراد. وتقليل التكلفة. يعني لو عملنا خط سكة حديد. سكة الحديد طبعا معروف انها مشروعات تكلفتها عالية. ولكن اقتصادية في التشغيل. يعني انا عملت بنية اساسية غالية. لكن مع الوقت هتلاقي تكلفة التشغيل. تكلفة النقل على السكة الحديد اقلب كتير. فاحنا بنحاول ان احنا نقلل التكلفة دي. لان ده بيتحكم في تكلفة المنتج نفسه. لو قللت تكلفة انها قللت تكلفة المنتج. فمن هنا اقدر ان انا اجذب المستثمر انه يستثمر في المناطق الصناعية. المستثمر ده ممكن اقام مصري او اجنابي او اي انكان. حيشتغل في منطقة الصناعية. احنا جذبنا المستثمر اي انكان. وهو ده الهدف من ان احنا كل التطوير اللي احنا بنقوم به. الدكتور محمد الصادق عوف. استاذ النقل والطرق بكلية الهدفة جامعة حلوان. شرفنا بوجودك. اهلا وسهلا. شكرا.